لعبي منتخب مصر اكتفوا بربعية في شباك ملاوي في التصفيات الأفريقية وبكده منتخب مصر الأول بيحتل المجموعة بالتساوي مع منتخب غينيا بتسع نقاط وبكده المنتخب بيكون محتاج نقطة واحدة بس من المباراتين اللي جايين قدام غينيا وأثيوبيا عشان يصعد لبطولة أفريقيا في الكوديفور واللي هتتلاعب السنة الجاي يمكن يا مينة كمان المبارات اللي عليها ضوء كبير أو في تسليط للضوء عليها من المبارات اللي لسه هتلعب هتلعب هي مبارات الأهلي اللي بيستعد فيها للقاء الفاصل يوم السبت اللي جاي أمام الهلال السوداني وده لضمان الصعود إلى دور الثمانية من دوري الأبطال خلونا نتكلم أكتر عن التفاصيل والتحليل للمباراة سواء اللي تلعبت بيه الأمس أو مباراة المنتخب أو مباراة نادي الأهلي واستعداده لهذه المباراة الفاصلة مع الناقد الرياضي أمير نبيل اللي مشرفنا فيه للستوديو صباح الخير كابتر نبيل صباح النور سيد أحمد والسيد زمينة يعني سعيد بالتواجد معكم في صباح الخير أشرف اللي عليك طيب بداية كده روي فيتوريا إيه الحكاية بيبتدي بنفس التشكيل مثبت التشكيل ولا إيه الحكاية يعني طبعا بالنهان أنفسنا والمنتخب المصري وجمهير الكورة المصرية بالفوز الكبير على ملاوي والاقتراب يعني خطوة كبيرة جدا من التآهل خلاص زي ما حدثت ذكرت نحتاج نقطة واحدة من الجولتين المقبلتين للتآهل للبطولة روي فيتوريا حتى الآن خمس مباراة خمس انتصارات مع المنتخب المصري 14 هدف سجلها للمنتخب المصري استقبلت شباكو هدف وحيد أرقام كويسة جدا ممكن نقول المنافسين مش بالقوة الكبيرة اللي تخلي الحكم على تجربة فيتوريا حتى الآن حكم منطقي أو حكم موضوعي ولكن يعني فيه مقدمات بتخلينا مطمئنين لشكل منتخب مع روي فيتوريا يمكن توقعنا أن يبقى فيه تغييرات على التشكيل في مباراة أمس أمام ملاوي خصوصا أن الفرق الزمني ما بين مباراة القاهرة ومباراة الجولة الرابعة كان في يومين تقريبا آه يعني أعتقد كان فترة زمنية كتير من المدربين بيفضلوا يبقى فيه عملية تدوير في اللعبة عشان ما يصابش اللعبين بالإرهاق خاصة أن أكيد معروف أن فيه سواء محترفين أو لعبين محليين بتنتظرهم مواجهات هامة فيما بعد فترة التوقف الدولي بيبقى فيه برضو ميل لبعض الأجهزة فنية أنه ما يرهقش اللعبة أكتر من كده عشان يحافظ عليهم ولكن هو فضل أنه يحافظ على ثبات العناصر التشكيل دون أي تغيرات في التشكيل الأساسي أجرى بعض التغيرات في الشرط التاني بعد ما اطمعنا النتجة بشكل كبير جدا الحاجة الإجابية التي نحن شفناها أو من ضمن الحاجات الإجابية التي نحن شفناها بإداءة المنتخب المصري الحسم هو إيه؟ فيه دايما رغبة أننا أحسم الأمور بدري ده شفنا فيه مباراة الجولة الثالثة التي فوزنا فيها بعد دون نرد وأيضا فيه مباراة الأمس التي فوزنا فيها بربعية كان فيه إصرار أن نحن نحسم الأمور مبكرا وما ننتظر الأمور تتعقد علينا أو المنتخب المنافس أنه يدخل في أجواء المباراة فده يمكن دي من الحاجات التي تحسب لي روي فيتوريا إلى جانب أيضا الشكل الفني الجميل اللي احنا شفناه اللي كنا بنفتقد فيه فترات كتير مع الأجهزة فنية السبع نعم بس سوى زمير يعني خلينا نتكلم لو هنحلل كده الأداء أو الفارق ما بين المباراة اللي كانت بتتلعب على أرضنا هنا ووسط يعني الناس بتاعتنا وجمهورنا والمباراة اللي بتتلعب في ملاو أو على الأرض الخصم يعني تحديدا ليه النتيجة هنا ما كانتش مرضية بالشكل الكافي وهناك تفوقنا بالشكل اللي احنا شفناه يعني طبعا بيبقى كل مباراة لها ظروفها كل سيناريو وممكن أنت كمدير فني بطبع حاطة سيناريو معين مش يستغل عليه الأمور بتسير وفق السيناريو ده ممكن يبقى أفضل مما توقعت ويمكن أعتقد فيتوريا نفسه ممكن ما كانش مخطط للفوز الكبير على ملاو فيه من مباراة الجلو الرابعة ولكن توالي الأهداف وإن الأمور تسهلت على لعيب المنطقة بالمصري بتسجيل أكتر من هدف ثلاثية في شوط الأول ثلاثية ممكن في عشرين دقيقة أعتقد ده رقم كويس بدي دفع إجابية لللعيبة في مباراة القاهرة ربما سنائية في الشوط الأول والتفكير في أنها تبقى فيه مباراة تانية بعد ثلاثة يام أو أقل ده يمكن أثر على الأداء شوية خاصة في الشوط التاني الأمور بيتأسبح بمباراة دقيقة في 45 دقيقة تانية بالنسبة لمنطقة بالمصري ما كانش فيه يعني شغف كبير أن أنا أواصل التسجيل كان فيه برضو رغبة بين الجهاز الفني أنه يريح لعناصر دي عشان يدي فرصة لعناصر بديلة قبل مباراة الجولة الرابعة اللي فاز فيها بربعية فإمكان دي كلها بتدخل في حسابات الجهاز الفني ممكن بتأثر على الأداء بشكل أو بآخر أن أنا بيبقى تفكيري في المباراة اللي بعديها أما بقدمش 100% من المستوى طبعا ما بنتهمش اللعيبة بالتأثير ولكن في النهاية أنا حققت المطلوب حققت المطلوب أن أنا سجلت هدفين وكان باين برضو طبعا كل الاحترام للمنتخب الملوي ورغبته في أن هو يقدم مباراة كبيرة لعمال منتخب مصري لكن كان باين أن فيه فروقات فنية لصالح المنتخب المصري تبعت فكرة أن يحصل كامباك في النتيجة أو أن أنا يعني بعد ما أبقى متقدم أفقد التقدم ده بشكل جميل بس الخمس مباراة الدوليين دول حدرك شايف أنهم كفاية للحكم على الجهاز الفني ولتثبيت أقدام الجهاز الفني ولا لسه إحنا لغاية دلوقتي بنلعب مباراة حتى وإن كنا فيزين ونتائجنا هيلة جدا ولكن المباراة فنيا متواضعة جدا هو طبعا يعني مش كفاية كما أو كيفا يعني سواء من حيث الكام لسه ما قدناش عدد كافي من المباراة سواء أن أنا أدي فرصة للجهاز الفني أنه هو يوصل الفكر بتاعه بشكل كامل للعيبة أو يبقى عنده فرصة تجمعات كبيرة يقدر خلالها أنه هو يستقر على الهيكل الأساسي أو القوامة الأساسي للمنتخب أو من حيث الكيف طبعا المنافسين يمكن كانت أقوم مباراة تأكيد مباراة بلجيكا الودية اللي كانت سبقة مونديال 2022 فبالتالي ما نقدرش نحكم بشكل كبير على الورايف فيتوريا لكن احنا بقدر من التفاعل شايفين أنه فيه أمور إيجابية فيه المنتخب في الفترة الحالية للسبب بسيط جدا لأنه كان فيه أمام نفس المنافسين أو أسماء متقاربة كان بيواجه المنتخب مصر صعوبات في الفوص خارج ملعبه يعني ملاوي يمكن ما فوزناش عليها في ملعب ملاوي طويلة فأعتقد أن ده يعني حتى لو كانت تمثل شكل من أشكال العقدة بالنسبة للمنتخب المصري فالشيء الجيد أن احنا قدرنا نفوز ونفوز بنتيجة كبيرة الربعية دي يمكن ما تحققتش أو الفوز بأربعة أهداف أو فرق أربعة أهداف خارج ملعب المنتخب المصري ما تحققش من 2015 من عهد المدير الفني هيكتور كوبر لما فوزنا على تشات خمسة واحد أعتقد كل دي أمور بتصب في مصلحة فيتوريا بتديله دفع قوية في بداية رحلته لكن بالتأكيد التقييم مش كامل أو التقييم الصورة مش مكتملة بالنسبة لشكل العمل اللي بيقدمه الجهاز الفني لأن بالتأكيد شوفنا في فترات سابعة حتى في بطولة كاس الأمم الأفريقية الأخيرة واجهنا منافسين أقوى من كده كانت الأمور مختلفة بشكل كبير لأن بالتأكيد هيبقى فيه حجم التنفس أصعب لما بإذن الله نكمل مهمة الصعود لنهاية أمم أفريقيا هيبقى فيه على مستوى الدفاعي المواجهة المنافسين أصعب بكتير اختراق نشوف جمل كانت بتنفذ إمبارح من لعيب المنتخب المصري أعتقد مش هتبقى بالسهولة أننا نتخيلها من منافسين أقوى وبتأكيد برضو في الجوانب الهجمية للمنافسين طيب أعزونا نتكلم عن أحمد فتوح لأن أحمد فتوح مازال حتى هذه اللحظة ليس اختيارا أول لفيتوريا إيه السبب؟ وهل في الفترة الجاية هيبحث عن باكي مين في ظل أن محمد هاني يعني هو يعتبر اختيار الضرورة بالنسبة لي؟ يعني بالتأكيد طبعا بتبقى حسابات الجهاز الفني مختلفة عما نراه أو ما يبدو لنا يعني أحمد فتوح من العناصر المتقلقة مع نادي الزمالك لكن ممكن هو بيبص للحالة العامة للفريق ممكن يعني ممكن ما تساعدش شوية أنه هو يقدم الأداء المنتظر منه أو في جانب آخر برضو أنه هو الجانب الهجومي عنده أكثر شوية من محمد حمدي ممكن محمد حمدي الالتزام بالواجبات الدفاعية مع القيام بالأدوار الهجومية ممكن بيبقى فيها عملية توازن شوية دي بتبقى حسابات مدير فني لأننا نحن بنشوف حساباته دي هيتصرف فيها إزاي؟ أكرم توفيق لما يرجع هيتصرف إزاي؟ محمد حمدي دلوقتي يلعب مكان أكرم توفيق هيتصرف إيه؟ طبعا دي بتدي بالعكس ده هو بالنسبة له هيبقى مدير فني هيبقى حاجة جيدة بالنسبة له أنه يبقى عنده خيارات كتير يعني هيبقى دي حاجة بتسعيده بالتأكيد أنه يبقى عنده أكتر من خيار في الجباني صحيح هو ما شافش ما لحيش بشكل كبير يشوف لعيبة زي أكرم توفيق لأن فترة اللي سابق كانت طويلة لكن بالتأكيد هيدي له خيار مهم جدا لأنه كان حتى في فترة المدير الفني الصابق كارلوس كيروش كان من العناصر الأساسية قبل ما يتعرض الإصابة اضطر كيروش أنه يدور على حلول بديلة كتير في الجبهة اليوم عشان يعوض الغياب اللي كان أو الفراغ اللي تركه أكرم توفيق بفترة إصابته فبالتالي يعني هو حتى المدير الفني روي فيتوريا متنوع في الحلول اللي عنده في اختيار الملعب بس مش بيدور رعيبة يعني علشان كده مبارح شوفنا ألام الفغد اللي تسببت فيه التبديل ليه حارس المرمى الشيناوي نزول محمد صبحي فإحنا فكرة عدم تدوير اللاعبين وإرهاقهم ده إحنا شايفينه في الملعب وإن كنا شايفينه مبكر صحيح ويمكن بس الحاجة اللي تأخذ عليه فعلا أنه كان مفروض أنه يدي فرصة لمزيد من اللاعب لتجنبهم الإرهاق مش أكتر خاصة أن الأمور كانت حسمت بشكل كبير يعني كان باين حتى من مبارات القاهرة أنه أنت مش هتواجه صعوبة كبيرة أنه أنت تتغلب على منتخب زي ملايه والله هو كل احترام التقدير ولكن بالتأكيد كان فرصة أنه أنت تدي العيبة أكتر قد يكون يعني رغبة منه أنه هو يثبت العناصر اللي عنده أو يبقى ده الهيكل الأساسي ويبقى التحرك فيه إطار محدود أو برضو رغبة منه أنه هو مثلا فيه لعيبة تنتظرها مبارات هامة زي لعيب النادي الأهلي مثلا كان فيه عنده أربع بودلاء من نادي الأهلي على مقاعد البودلاء تنتظره مبارات هامة أمام نادي الهلال في حسم التأهل في الدورة الثمانية بدولة دورة أبطال أفريقيا قد يكون ده في حساباته قد يكون فيه تنصيق من ما بين الأجهزة الفنية فيما يخص مشاركة اللاعبين لكن هو في النهاية حقق الهدف المطلوب بالنسبة له أننا حققها تلفوز وبنتيكة كبيرة اتمنيت على عناصر المنتخب خاصة لو بنلاحظ أن اللي سجله الأهداف لعيبة مش من اللي بتسجل أهداف كتير يعني نتكلم على طريق حامد كان يعني نسكنت قادر يعني هو يجري التزديد لكن ما كانش عنده دقة التزديد دي فترة كبيرة وده اللي خلينا نقول إن فيتوريا قدر اللي هو يعيد الروح مرة تانية للعيبة تحديدا ويعمل حالة من حالات التجانس ما بين اللعيبة بعضهم البعض بس بما إن حضرهاك ذكرت لعيبة من النادي الأهلي فالأهلي بيستعد ليه مباراة أعتقد يعني مباراة مصيرية بالنسبة له وفكرة الهلال السوداني اللي انت هتلعبه يوم السبت إن شاء الله زي الأهلي بيستعد لده بعد الراحة تحديدا أو فترة الراحة اللي هو خارج منها بالتأكيد طبعا هي مباراة مصرية النادي الأهلي مطالب فيها بالفوز لحسم التآهل الفوز هيدي له خلاص بطاقة التآهل مواجهات مباشرة تصب في عتوبة متساوية لو فاز بهدف لكن فرق الأهداف اللي هي القاعدة التانية في حسابات التآهل عشان بس نبسط الأمور فيما يخص حسابات التآهل النادي الأهلي ولكن في النهاية مارسل كولر منذ مباراة الجولة اللي فاتت أمام القطن الكاميروني وهو حساباته بالتأكيد بتنصب على مباراة الهلال وكافية تحقيق الفوز بالتأكيد هيبقى فيه قدر كبير من الجانب المعناوي عند اللعيبة مصالحة الجماهير بعض الخصارة أمام نفس المنافس في مباراة الجولة اللي كانت في ملعب نادي الهلال بالتأكيد في حماس كبير أن المباراة تخرج بنتيجة مرضية لجماهير النادي الأهلي واللعبة نفسها عايزة كمان تواصل الأداء خاصة بعد الفوز بربعية على القطن الكاميروني كل دي أمور بتحفز النادي الأهلي بالتأكيد يعني افتقاد بعض العناصر سواء على مستوى المنتخب الأولمبي أو على مستوى المنتخب الأول ثم عودتهم يعني أكيد هيدي دفع عليه كولر أنه يعتمد عليهم بشكل كبير مش أول مرة يعني يبقى فيه فترة مشاركة دولية ثم الأهلي يبقى عنده مواجهة مهمة يمكن كانت بعثة الهلال كانت وصلت مباراة وبرضو عندهم حالة من التفاؤل شوية أن هم يقدروا يعملوا نتيجة مطلوبة لأن التعادل يكفي فريق الهلال اللي تاهل الدور القادم ولكن فيه ثقة كبيرة إن شاء الله عندي النادي الأهلي أنه يقدر يقدر يقدم مباراة كبيرة وعند لعبته وجماهيره بالتأكيد شوفنا إزاي الإقبال فتح التذاكر الموضوع حتى لسه ناس كتيرة جدا مازالت بتسأل على موضوع التذاكر وكان فيه يعني شغف كبير عند قطاع كبير من الجمهور إنهم يبقوا حاضرين في المباراة دي لأنهم عارفين أهمية المباراة مش بس كده كمان عندهم رغبة في يعني زيادة الحمس عند اللعيبة إنهم يقدموا مباراة كبيرة ويحققوا نتيجة كبيرة كمان في مباراة السبت بإذن الله فبالتالي الحضور الجمهور أكيد هبلقوا أثر كبير جدا سواء على مستوى تحفيز لعبة النادي الأهلي أو وضع ضغوط على المنافس طبعا اللعب فيه استاذ القاهرة بالأجواء الجمهورية دي ما بتباش سهل أبدا على أي منافس يأتي إلى مواجهة الأهلي أعتقد مباراة كمان هتكون يعني بحضور الجمهور فإحنا أمام مباراة من المباراة اللي احنا افتقدناها لفترة طويلة بس إحنا وغنين عهدي هنا عندنا في البرنامج إحنا إذا تحدثنا عن النادي الأهلي لابد أن نتحدث عن النادي الزمالك يعني عمل حالة من حالات التوازن وفي نفس الوقت يعني الزمالك عنده مشكلة وهي مشكلة المدرب في الوقت الحالي هل تم الاستقرار على اسم المدرب الجديد؟ يعني خلينا أقول حركة التطورات سريعا في ملف مدرب المدير الفاني الزمالك في الفترة اللي فاتت كان فيه استقرار بشكل بنسبة 80 إلى 90% للمدير الفاني ولكن طرحت بدال أخرى وكان فيه يعني نقدر نقول عملية مفاضلة حتى الساعات الأخيرة بالتأكيد كان تم الإعلان عن أنه هيبقى فيه مؤتمر صحة في يوم الجمعة للكشف عن قصة المدير الفاني الفريق حاليا بيستعد له مواجهة المريخ طبعا هي مواجهة خارج الحسابات خلاص الفريق فقط فرص تقاهل له دور الثماني في طول الدولة الأبطال الأفريق ولكن حاليا الشغل الشاغل اللي مجلس يتقرأ هو ملف المدير الفاني الجديد طرحت أسماء جديدة في الفترة أو في الساعات اللي فاتت تخلت الحسابات يعني تعود من جديد أو يبقى فيه يعني مفاضلة ما بين الأسماء لأنه هو الهدف الأساسي من التعاقد مع مدير الفاني أجنبي ويبقى بالمناسبة يبقى بجهاز فاني أجنبي بالكامل يمكن دي حاجة جديدة شوية لناد الزمالك يبقى فيه مساعد أو اتنين أجانب مع المدير الفاني الأجنبي لكن المناسبة يبقى فيه جهاز فاني بالكامل الهدف الأساسي هو بناء فريق للفترة القادمة يعني فكرة إعادة البناء دي برضو بتتطلب مدير الفاني بمواصفات معينة يبقى عنده مشروع أنه يشتغل عليه في الفترة اللي جاية فيمكن ده اللي أخر شوية فكرة الإعلان لكن بالتأكيد الأسماء اللي طرحت كلها في دائرة الترشيحات يمكن تسمعني طبعا اسم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفاني السابق لبيراميدز وودي ديجلا أيضا والتر مدزاري مدير فاني طبعا اسم كبير في عالم الكرة الإيطالية دي من الأسماء طبعا اللي بيتم المفضلة منها زي الأسماء أخرى بيتم الترشيحات لأنه دايما لما يبقى فيه نادي كبير بحجمه اسم متاريخ نادي الزمالك في فترة بحث عن مدير فاني أكيد بيبقى فيه ترشيحات كتير بيبقى فيه يعني وكلاء مدربين بيبقى عندهم استعادة على أي حال احنا مفيش خيار أمامنا سوى الانتظار للمؤتمر الصحة في يوم الجمعة واللي هيتم من خلاله الإعلان عن اسم المدير الفاني الجديد لنادي الزمالك وبرضو بنتمنى طبعا التوفيق للعيبة النادي الأهلي في المباراة يعني الهامة لكل جمهور النادي الأهلي والنادي طبعا بالتأكيد أمام الهلال السوداني بنشكر حضاك الأستاذ أمير نبيل الناقض الرياضي بنشكر على وجودك معنا في صباح الخير شكرا جزيلا أستاذ أحمد الأستاذ مننا شكرا نورتين